الحقيقة ده كان مطلب شعبي ومطلب ليس فقط مبادرة من الحكومة من الدولة ده المواطن نفسه كان ابتدى يسعى وبيقول طب خلينا المخالفات القديمة نحاول ان احنا نعمل لها تصالح واحنا عايزين نتصالح وكانت بمبادرة وشغل مشترك مع مجلس النواب وكان الهدف كله ازاي ان احنا عايزين نضع حد لنزيف المخالفات البناء اللي موجودة وازاي نقنن هذا الوضع ونتصالح فيه علشان بعد كده لا يسمح باي صورة من السور ببناء عشوائي جديد نتيجة للجهد هذا الجهد المشترك ظهر قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 القانون ده صدر في ابريل ابريل 2019 وعشان اوضح برضو اللي كان بيصار في هذا الموضوع القانون ده لما طلع طلع علشان يعني يعمل تصالح لمخالفات قانون البناء رقم 119 لعام 2008 عشان تاريخ 2008 ده مصار في الشارع هو انتو فقط بتتكلموا على العقارات اللي اللي اتبنت في 2008 بس لان قانون البناء اللي طلع رقم 119 لعام 2008 كان بينص صراحة على عدم التصالح على اي مخالفة وان الحل الوحيد هو الازالة فعشان طبعا كانت احداث ثورة يناير 2011 والفترة اللي كانت الدولة عدت فيها والظروف اللي حصلت والبناء الغير مخطط والغير منظم والعشوائي اللي تم وبقى اصبح النهاردة وضع مستقر وبقى فيه الاف الاسر اللي بقيت سكنة في هذه البيوت فكان لازم نضع حل تشريعي لهذا الموضوع ومن هنا ظهر ان احنا كان القانون اللي صدر في 2019 كان مختص بالتصالح على المخالفات اللي اتعملت ضمن اطار قانون البناء اللي صدر في 2008 قانون التصالح صدر وكان بيقول ان المواطن يتقدم وان فيه ليحة تنفيذية وتم اعتمادها وان القانون والمواطن يتقدم في خلال مدى زمني ان هو ستة شهر علشان ان هو يقدم طلبات التصالح هقولها بمنتهى الامانة عدد الطلبات اللي تم تقدمها لم يكن بالصورة الكافية ولم يكن بالرقم اللي احنا عارفين كويس جدا اعداد المخالفات اللي موجودة النهاردة في مصر قد ايه وده اللي دعم الدولة تبدأ تنظر هل فيه مشاكل في تطبيق القانون بشكله واصداره اللي كان موجود ابتدى مجلس النواب نفسه يطلب ان محتاجين نيسر شوية لان مع التطبيق على الارض بدأت تزهر هناك العديد من التحديات والمشاكل في التطبيق وان انتوا قصرين التعامل في المخالفات فقط على قد المباني اللي اتبانت من 2008 وانت طالع طب لو في مباني مخالفة قبل كده هنعمل معها ايه